يعني بهذه البساطة يدخلون الحكومة أو يوقعون الشيخ جابر المبارك بخطة فادح أعتقد أنه سيكون تاريخ لا ننسي أبداً شوفوا محمد بالرغم من كل الأجواء المكهربة والأجواء الحزينة ولكن أنا كمواطن أنا أعتقد أن هذا أيضاً وجود النواب أمام النيابة العامة ومسائلتهم هذه نقاط مضيئة لدولة الكويت أن النواب هذا تحس أنه فيه نفس الآن جديد النائب يأتي ويروح النيابة ويحاسب ومنئلك ويكفر نفسه ويطلع هناك نفس جديد أنا أتمنى أيضاً أن في أخبار تقول أن حتى النواب التي اقتحموا مجلس الأمة سيتم استدعاهم وبالتالي أتمنى أن يكون القانون على الجميع ويجب أن يتقبلون هذا الأمر بروح رياضية و بروح دستورية و بروح قانونية بلا شك أنه مغف محرج أن النائب يروح نيابة لتضخم أرسته ولكن من أخطأ عليه أن يدفع الثمن يعطي درس للأجيال القادمة طبعاً وأيضاً هذا أيضاً كويس بالرغم من أن وكالات الأنباء تناقلت أن هناك بعض النواب يعني حولوا للنيابة العامة لوجود كربشن فساد ووجود تضخم أرسته المال ولكن هذا أيضاً له جانب إيجابي أن هناك قانون في دولة الكويت و أنه لا أحد فوق القانون و بالتالي النائب أو الوزير أو الشخص يطلب أمام النيابة و يتم أخذ أقواله يعني فيه أشياء فيه حسنات و فيه مميزات أنا أعتقد هذه بداية وإن كانت بدايات متعثرة ولكن هي بداية متعثرة و لكن مضيئة يعني فيها استفادة فيها دروس مستفادة هذا يسجل كريدت أول شيء صراحة لقائد البلد صاحب السمو و ثانياً للنظام الدستوري الكويتي والنظام القضائي لأول مرة بدأنا أن تكنم دستور و جمعاً دستوري أقولك دوانية الآن في كل الدواني الكويتية المجالس العادية الناس البسيطة بدأ يسأل ما هو حكم الدستور رسخة هذه المبادئ لدى حتى المواطن العالم و بالتعالي نحن نتحدث من سنوات عن الثقافة السياسية هنا بدأنا الثقافة السياسية صاحب السمو والطول العورة أيضاً تكلم عن اختار ممثلكم بعيداً عن القبلية و الطائفية و الفئوية هذا تحفيز لممارسة الثقافة السياسية لما أنت تختار بعيداً عن القبلية و الطائفية و الفئوية إذن أنت تختار الأصلح و كيفية تختار الأصلح واختيار شخص و وجوه جديدة ليست بينها وبين الآخرين خلافات أو متورطة في نزاعات تبدأ بداية جديدة وتبدأ بداية موفقة وبالتالي يكون هناك مبدأ المادة 50 الفصل بين الدستور الفصل بين السلطات ولكن عليها التعاون مع بعضها طيب لازلنا في موضوع الحكومة وموضوع الفراغ التشريعي الموجود أعجبتنا اليوم تصريحات النائب الآن اعتبرها نائب يعني جمعان الحربش بما أن المجلس الأمة لا زال غير منحل خرجنا من حفرة وقعنا في جديد والمقاطع يقول الحكومة الحالية أسوأ من سابقتها يعني ألا تعتقد أن نواب مجلس الأمة المعارضين رح يتقبلون إعادة المجلس المنحل من جديد ما رح يعملون ضجة من جديد وأن هذه قد تكون سابقة بتاريخ الكويت ما حصلت والله هذا أشوف النواب أنا شوفهم ساكتين بالضبط النواب اللي خرجوا إلى الشارع وجيشوا الشارع وحركوا التيار السياسي في الشارع والتيارات السياسية عليهم أن يتقبلوا الآن نتيجة أعمالهم نقول لهم صح أنتم حركتوا الشارع واستطعتوا أن تمارسوا ضغطاً الآن أتضح أن هذا الضغط غير دستوري يعني أنت طلبتوا حل المجلس وطلبتوه بسرعة وبأسرع ما يمكن وعزل فلان ولا يمكن أن نجلس معهم في المجلس ولا يمكن ولا يمكن ولا يمكن ولما تحققت هذه المطالب كانت قد غير دستورية في نظر الخبراء الدستوريين إن كانت صحيحة وجهة نظر الخبراء الدستوريين ولستو خبيراً دستورياً ولكن لم أشاهد لكم رد فعل هو ما شاهدته هو الشماتة يعني أنا أقرأ تصريح النائب المحترم جمعان الحربش من حفرة إلى جليب وبعدين ما أقرأ شنو استفدناه ما رح يطلع من جليب عدوة لا لا لكن أنا كنت أتمنى إنهما إذا كانت وقعت في حفرة كنت أتمنى أن يمدون لها الحبال ويساعدونها ويسحبونها عبر التهدئة وعبر حل توافقي وهذه نتيجة الحلول الإنفعالية السياسية اللي نحذر دائماً منها العمل السياسي يحتاج إلى التوافق السياسة هي فن تمثيل وإدارة المجتمعات وليس فن تمثيل وتحشيد المجتمعات نعم ممتاز العمير الخرافي مستمر مع الأمير لمعالجة شبهات الحل واضح أن رئيس مجلس الأمة الآن قاعد يجري اتصالات مع سمو الأمير كما يقول العمير لإصلاح الخلل نتوقع الأيام القادمة الخلل والفرق راح يحل بإذن الله تعالى والله محمد إحنا قاعدنا هنا نعم قبل إجراءات صاحب السمو حفظه الله في الحل نعم وسألتني عن رأي وقلت لك تحل الحكومة ويحل المجلس وانتخابات جديدة وطلع يعني حقيقة أبدأت رأي أنه يتم عزل ميتين وسبعين وكيل وزارة مساعد صحيح نبي ميتين بعد مستشار معهم مثل ما طهرت أنت ميتين وسبعين وتأخذ الكويسين منهم مثل ما الآن شننا خمسين عضو نيابي والآن نطالب وأيضا نطالب أنا بوجود يعني أربعين أو خمسة واربعين عضو وجه جديد سواء كان يعني هذين لمهم آلهة ولا هم يعني منزهين على الأخطاء وبالتالي أعتقد أن إذا كان هناك خطأ الأخطاء دائما يجب أن تقوم وتصوب وأعتقد الأيام القادمة هناك يعني توجه لهذا التصليح ويجب أن يكون هناك تصليح للخطيئة الدستورية التي وقعت فيها الحكومة أو مستشارين الحكومة عشان أكون واضح نعم حتى نكون دقيقين نعم طبعا أشهدت قبل قليل بأن الشيخ جابن مبارك لأسوة وزراء ووضع خارط طريق فعلا اليوم صحبنا كلها تقول بأن وضع خارط طريق الحكومة الجيدة انتشار البلاد من اعترتها وفعلا واضح أن الرئيس الجديد لديه رؤية صحيح شيء جميل لما يأتي رئيس وزراء برؤية لكن للأسف رغم المعوقات التي وضعوها أمام مستشارين الحكومة واضح ما هذه عدم حسنية أو غير الحسنية الله العالم لكن وضعها أمام عراقيل وحاولوا يعني إيجاد العثرات أمام الحكومة لكن الرئيس لديه رؤية وضعها اليوم أمام الوزراء قراءتك لهذه الرؤية أنا أعتقد أن رؤية الشيخ جابن المبارك لأنها وضعها أيضا في الجانب الأخر كان هناك هدوء نيابي نعم يعني كان هناك أبروفل كان هناك موافقة لما يقوله الشيخ جابن المبارك رئيس الوزراء حاليا وبالتالي النقطة اللي نستفيد منها إذا كان هناك هدوء نيابي وتوافق نيابي سوف تكون هناك عمل وبالتالي أيضا نطبق مبدأ الدستوري المادة خمسين من الدستور أن السلطات وفصولها عن بعضها وتتعاون مع بعضها وبالتالي الرؤية اللي سوف يقوم فيها الشيخ جابن المبارك أيضا يجب أن يواجهها هدوء ودعم ومساندة نعم وليس عرقلة إذن المبدأ الأساسي نحن نلجأ إلى الحلول الهادئة والنقاش والحوار الهادئ أما تجيش الشارع فأثبت اليوم أن استعجالنا في الحل وأن الطلب والضغط وتحريك الشارع حقق أهداف بعض أعضاء مجلس الأمة الذين سكتوا الآن الذين الآن لم أشاهد لهم إلا تصريحا واحدا وهو أن الحكومة وقعت من حفرة طعت من حفرة إلى جليب وبالتالي بس أما الباقين فاختفوا عن الساحة مو شماتة فيهم ولكن هناك أشياء مثل ما لك عليك يعني مثل ما بعض النواب لتهم أنهم قبضوا أمال حولوا إلى النيابة العامة أيضا إحنا كمراقبين وكمواطنين علينا أن ننتقد أيضا النواب أين أنتم الآن لماذا هذا الصمت ليش ساكتين هل لأن هناك خطأ أم لأنك أنت موافق على الخطأ أم لأن مصلحتك تتطلب أن تسكت أنا أسكت نعم هذه هي الحقيقة ما يدور في الشارع نعم باختصار أخ فهد ما بقل لديه وقت شون السيناريو اللي توقع والله السيناريو أنا ما لدي خبير دستوري ولكن حسب القراءات حل للسياسي يمكن يتم سحب مرسوم القاء مجلس الأمة نعم تعيين وزير بتطلب الحكومة ما أعرف هل هم هل وزارة الجديدة لازم تقسم أمام مجلس الأمة ولا لا نعم غير ملزم هذا غير ملزم وبالتالي الرئيس الخرافي مشرط يدعو إلى جلسة وبالتالي يرفع رئيس الوزراء مبدأ عدم التعاون وأيضا يحل المرسوم الآن إذا كانت هناك تبعات ارتدادية وردود اعتبارية من بعض الأضاء اللي يحولون النيابة وكذا أنا أعتقد هذه إما أن يضحوا في سبيلهم يضحوا في هذه الأخطاء في سبيل الكويت أو أنه إذا يردون أن يلجون إلى القضاء فهو رأي ولكن لا أعتقد أنهم سوف يلجون لأن أمامهم معركة انتقابية قادمة معركة انتقابية قادمة معحد فاضل الثاني وبالتالي معحد فاضل الثاني صحيح أنا أبو حمد شاكر لكم شكرا مشاهدين الكرام وصلنا لختام حلقتنا هذا اليوم آملا أن تكونوا قد استمتعتوا في هذه الحلقة أراكم إن شاء الله قدا في حلقة جديدة أستبدعكم الله وإلى اللقاء شكرا